تشعر معظم النساء بالاستياء حيال أجسادهم وباتت ثقة لكتير من الشابات متزعزعة أكتر وأكتر مع بروز عهد وسائل التواصل الاجتماعي فهناك ما ينتقص المرء بجسمه دائما أو سميني زيادة عن اللزوم أو نحيل زيادة عن اللزوم أو قصير أو طويل جدا على إنستجرام بتتم كافأة النساء الأكثر جمالا عبر التفاعل واللايكات ومن هون بيبدأ هوس المقارنات فإحنا بغالبيتنا من ميل للتركيز على اللي بنكسنا هذا الأمر اللي بعزز قلة ثقتنا بأنفسنا اسمحوا لي أعرفكم على حالة نموذج مختلف جدا لجمال من نوع آخر حالة شوفاني يعطيك ألف عافية نورت ستوديو المحتوى عم برافقك البهاق من كم سنة مناح وأنت اليوم معنا لنفرض كمان معايير جديدة للجمال وكمان نحكي عن تجربتك بخلال فقرة قصيرة احكي لي كيف بلش البهاق معك في حياتك البهاق بلش قبل عشر سنين خلال حادث طرق عملته مع أبوي وأختي بعد بثلاثة شهر صاري طلع لي بقع بيضة على جسمي ودغري رحت عند الدكتور وشخص الحالي لبهاق هذا لأنه واحدة من المسببات للبهاق ممكن تكون كمان ضغط نفسي حادث طرق خوف يعني اللي ما بعرفوا كثير معلومات عنه البهاق هو يعني زي بصير يطلع بقع الجسام لأنه بيكون فيه نقص بحالة مادة الميلانين بالجسام اللي بتعطي صبغة للجسام ومثلا عندي بإيدي هنا هاي المنطقة بطل يفرز اللون الطبيعي فبيصير بهاق وفيه له عدة أنواع واللي مرافقك هو بهاق طرفي أعطيك طرفي فيه بهاق طرفي اللي بيطلع على الأطراف بس عينين تهم وهيك فيه بهاق ثابت اللي بيطلع بقعه واحدة بالجسام لا بتزيد ولا بتنقص وفيه بهاق شامل اللي بيطلع بكل الجسم لا شك أنه فيه قوة وشجاعة خاصة عندي كمان أنك تكوني معنا بالاستوديو مش بس كمان باليوم يوم أنا عم بتابعك بالسوشال ميديا بشوف فيديوهات توعوية عم تطلعيها عم تحكي كثير على قيم اليوم مفقودي في عهد إنستغرام بالأساس يعني اليوم الشكل المثالي له معايير كلنا عم نلحقوا عم نحاول نركض وراه ولا حدا ملحق قد يد فيه ضغط يومي مجتمعي بما يتعلق بالشكل في حياتك حلا ببداية الأمر كان الإشي كتير صعب من المجتمع ومن نفسي أنا يعني بالبداية كان الإشي ضغط أكتر لإني أنا ما كنتش متقبل حال أما بعد كذا سنيا اللي بداي قبل أربعة سنين ثلاث سنين بلشت أنا أتقبل الإشي فبلش المجتمع يتقبل في قسم أكيد بتقبلش بس القسم الكبير بتقبل يعني بيتقبلش كيف بتشعر أنه في إنسان مش عم بيتقبل برفض يعني يتواصل معك هيك بهذا المنطق لا يرفض يتواصل معي إنه مش بالزباد أما مرات بيكون نظرات شفقة فبفضل مثلا إنسان يجي يحكيني يسألني شوها واشرح له بكل حب يعني أكتر بس ما يتطلعش علي من بعيد بالزباد هاي نظرات الشفقة مش كتير بتساعد يعني إنك تشفق علي لأن أنا مش ناقصة أو مال إشي أنا بشوف حالي إنسان عادي حتى لو عندي بوهاق وأكتر إشي بواجهه الأطفال الصغار مثلا كنت أعمل تطوع مرات هيك ما يقبلوشي مسكوا إيدي عشان عليها بوها فإنه أنا هيك أول إشي أقول طيب ماشي بعدين أنا دي بقوله بتعرف شوها بقولي لا بصير أشرح له هيك بشكل مبسط للطفال إنه هذا هيك اسمه بوهاق بيكون ناتج إنه فش لون شعف للجسم وهيك في منهم بتقبلوا بصيروا قال هيك يلمسوا بقولوا شايف بعديش عندك صار بقولي لا مثلا وهيك بصير يضحك بقولي حلو هيك في أولاد لا خلاص بتقبلوش بيكون بعد أعتقد إنه في دور كبير للأهل والوعي بالبيوت وعلى أمر رسالتك اليوم كمان توصل هالرسالة لكل الأهل اللي عم بتابعوا المحتوى شكرا يا حلو نموذج جميل أنت نعم شكرا السبب الرئيس لمرض البهاق مجهول لكن بأعتقد الكثير من الباحثين إنه بعض العوامل قد تساهم في الإصابة بالبهاق منها خلل في مناعة الجسم أو من حروق الشمس أو من التعرض لمواد كيموية صناعية والضغط النفسي أيضا ممكن يكون مسبب ولأسباب وراثية أيضا موسيقى موسيقى